بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن السيرشنج وشوفنا اول الالجوريثم اللي هو كان السيكوينشل سيرش وعرفنا ان السيكوينشل سيرش هو order of n لانه هو بيلفة على الري كلها او على الاست كلها element element وشوفنا ازاي حسنا شوية لما شوفنا faster sequential search اللي هو كان بيوفر عدل الى ما تتعمل في كل لفة بدلا ما نستخدم لدى 3 있는데요 بقى يعمل 2 обнаруж وده موضوع الحاوالى تحللاح الداة للوقت اللي كان بيقشو المشترك النهاردة سنرى المجموعة الانه هو الانه هو ما نستند اللي هي 80-20 ايه 80-20 رول ده ده رول مشهور جدا في الكمبيوتر عموما يعني ان هو بيقولك ان انت غالبا 80% من ال data اللي معاك او ال entries اللي معاك في ال array هتحتاج ان انت تسيرش عليها 20% من الوقت بس و 20% من ال entries يعني 20% من ال entries بس يعني لو انت عندك 10 entries ففيه 2 entries بس غالبا هتحتاج تسيرش عليهم 80% من الوقت يعني تانية عايز يقولك ان انت في entries اهم من interest تانية في entries مثلا بتعمل عليهم سيرش كتير وفي interest تانية ما بتعملش عليهم سيرش كتير قالك ان 20% او طبعا تفرق او طبعا تفرق او طبعا تفرق و في انتر واحد كتير انتر واحد انتر واحد انتر واحد انه انتر واحد لو كان يسيرش على ال 21 فهيجي هنا وتأول مرة يجد ال 21 يرجع على طول خلص من اول عملية comparison او من اول لفة لو انا اخذت بدور على ال 15 هيخش ال 21 و بعد كده ال 15 يلاقيه هو يطلع فعمل اثنين operations بس غير مثلا ان هو يسيرش على ال 6 فكان هيعمل هي حيلاف على كل ال ايه الانترس لحد ما يوصح للاخر قال له خلاص يبقى معناك كده ان السيكونش السيرش بيخلص بدري لما يلاقي الحاجة بدري في الاول بما ان احنا بنقول ان احنا عندنا 20% من الامترس دول حبه زغيرين بنسيرش عليهم معظم الوقت يعني 20% من الحاجات بنسيرش عليها معظم الوقت اللي انا بحتاجه عمل عليه سيرش فخليلي الناس اللي انا بسيرش عليها كثير ديت تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة في الاول في التوب هنا يعني انت لو بتسيرش على ال 21 و 15 خليون في الاول بحيث ان انت هتفضل كل مرة تسيرش تسيرش تلاقيهم ايه؟ تلاقيهم بسرعة لكن ال 6 ما بتسيرش عليها كثير فخليها ايه؟ خليها تحت 105 ما بتعملش عليها سيرش كثير فخليها تحت 90 بتسيرش عليها كثير خليها فوق وهكذا فده هيصلى اساكوينشة سيرش طيب اول الالجوريزم في السيلف في السيلف ارجونايز سيرش هو الموف تو فرونت ايه الموف تو فرونت؟ الموف تو فرونت ببساطة بيقولك ان انت لو مسلا قلت لك سيرش على المية وخمسة خلاص اعادت مية وخمسة لا مية وخمسة لا مية وخمسة لا فضل تمشي يمشي يمشي لحد ما وصلت للمية وخمسة لقيتها هترجع ترو بس قبل ما ترجع ان انت فوند ان انت لقيتها شيل المية وخمسة وحركها فوق خليها اول element في ال في الاري طلع المية وخمسة دي فوق ده طبعا جيفن ان انت الاري بتاعتك الحاجة مش محطوطة بترتيب معين ما يهمكش الترتيب بتاع elements اللي في الاري فالترتيب يعني مية ما يفرقش معنا فقال خلاص خد المية وخمسة اول ما تسيرش عليها خدها وطلحها فوق ليه تطلحها فوق لان معنى ان انت عملت سيرش على المية وخمسة يبقى انت غالبا ممكن تحتاج ان انت تسيرش عليها تاني كمين شوي فساعتها ايه طلحها فوق علشان لما تسيرش عليها المرة الجاية تلاقيها بسرعة طيب بعد كده مثلا تسيرش على الخمسة وعشين تقوم تلف تلف عادي ستكونش على السيرش بتاعك عادي جدا و اول ما تلاقي الخمسة وعشين هات ايه هاترترن فاوند بس قبل ما تقولوا فاوند خد الخمسة وعشين برضو طلحها ايه طلحها فوق خالص تبقى قبل المية وخمسة و هكذا طيب هنطلحها ايه فوق مثلا المية وخمسة دي عشرين نطلحها فوق هنعمل ايه قدامك حل من الاتنين يا اما ان انت تطلع المية وخمسة دي تبقى في اول entry و تزحزح كل دول خطوة تحت تزحزح الارقم دي كلها خطوة تحت فكأني اختت زحزحة الواحد وعشرين نزلتها تحت 15 نزلتها خطوة تحت 90 نزلتها خطوة 11 نزلتها خطوة 10 نزلتها خطوة و طبعا بعد المية وخمسة مش عامل مش هامل في يوم حالي و سأخد المية وخمسة اطلح احطها move to front احطها في الفرونت في اول واحدة خالص فبالتالي لو جيت دلوقتي عملت search على مايو خمسة ثاني حرجحها على طول في ساعت search على مايو خمسة ثاني حرجحها على طول في ساعت عملت search على عشرة حمشي sequential search sequential search لحد مليل العشرة وقبل ما راجع اقولك ان انا found هاخد العشرة عمل ايه طلحها اول واحدة فوق وشفت الزحزح بكل الناس اللي قبل العشرة هنزلهم خطوة لتحت واضح جدا ان ان في مشكلة ايه المشكلة؟ عملية الزحزحة دي يعني انا مثلا لو هتخيل انت عندك ري طولها مليون اتفقنا ان انا هتكلم في n كبير لو ال n بتاع ري بتاعتي كبير جدا اللي انس بتاعها كبير مليون مثلا وحبيت ان انت تسيرش على اخر element في ال array هتعمل ايه؟ هتزحزح اللي قبل المليون دل كله هتحرقهم كله طبعا وده هتبقى حاجة وحشة جدا يعني ال performance بتاعها سيق جدا ف يبقى اكيد ان اعملية الزحزحة دي مش هي الحل الكويس طب ايه الحل الكويس طب خلينا نفكر كده سوا في data structure خدناها قبل كده ايه كان بيعمل insert بسهولة جوه ال array واشيل بسهولة من جوه ال array من غير محتاج ان انا زحزح ال array كان ايه؟ كان ايه data structure ده؟ او كان ال linked list يبقى انا لو انا عمل representation لل list بتاعتي بدل array اعملها representation بال linked list فساعتها كنت اقدر اموف top front بسهولة جدا ازاي؟ عشان هديلية ال element ده كنت مقرد حخلي ال pointer اللي من 25 بدا ما بيشاور على مية وخمسة خلي يشاور على مين على الستة تمام؟ وخلي المية وخمسة بده ما بتشاور على الستة تشاور على ال 21 وال top بيبقى ساعتها بيشاور على مين؟ على مية وخمسة المجرد بتلعب preferences بس تعمل 3 operations او 2 operations عملت deletion وعملت insert بسهولة جدا من غير متحتاج ان انت تعمل shift او تزحزح كل ال elements عشان كده ال move to front احسن data structure لي ممكن تنستخدمه معاه هو ايه؟ هو linked list لو غير كده هتبقى مأساة لو احنا متستخدمين array هيبقى عملية الزحزحة دي هتبقى بطيقة جدا هتعمل لي مشاول كبيرة حتضيع الميزة اللي انا هاخدها من move to front يبقى ثانى اول algorithm في self organized search هي اللي اسمها self organized لان هو بي organize نفسه الarray بت reorganize نفسها بحيث تطلع الحاجات اللي بتعمل عليها search كتير تطلعها في الاول فاسمها self organized الarray او list بت نظم بتعيد تنظيم نفسها بنفسها بطريقة تخلي search يرجع نتائج اسرع بس still لحد الوقتي هي order of in هي still order of in ليه؟ لان لو بدور على key مش موجود ان انا ما بنحسب order بنحسب la worst case حتاج برضو ان انا نعمل ايه؟ هلف على الarray كلها لو انا محتاجة ادور على key في الاخر زي الستة فهي still order of in فهي still order of in بس احسن شوية من sequential search given ان انا عارف in 8020 rule لو انا عارف فعلا ان في حبة interest وغيرين حيتنادوا معظم الوقت اه يبقى الالجوريزم ده مفيد لكن لو انا مش عارف او كلهم حيتنادوا equally كلهم زي بعضهم حيت اكسسوا بنفس الprobability بنفس الاحتمال يبقى ساعتها انا بعمل مجهودة على الفاضي يبقى ساعتها sequential search هو الاحسن احسن من ال self organized عشان كده قلنا ان مفيش حاجة اسمها ان ده احسن الالجوريزم لكن في كل واحد يوم حسب حالته لو انا عارف 8020 عارف ان انا فعلا في انتروز حبة زغرين حيت اكسسوا معظم الوقت يبقى استخدم self organized لكن انا لو مش عارف المعلومة ديت لا يبقى sequential search احسن من من الموفتو فرونت فالموفتو فرونت تاني لما بدور على key اول ما بلاقي قبل ما يرجع وقولك ان انا found بحرك الكي دوت اطلع في الفرونت في الاول خالص بحيث ان الناس لم تدور علي مرة جاية تلاقيه بسهولة بس الحقيقة الموفتو فرونت فيه برضو عيب قاتل ايه العيب اللي فيه ان نفترض ان مثلا الريزة ديت الستة مثلا انا مش هكسسها غير مرة واحدة من ضمن الف مرة حامل فيها search فالمرة اللي هكسس فيها الستة ديت هحرك الستة تطلعها في الاول خالص وهقول ان الستة ديت مهمة جدا وهتطلع في الاول خالص وافضل كل مرة لما اجدور على اي كي تاني اقارن مع الستة اقارن مع الستة اقارن مع الستة لحد ما الستة تبدأ تنزل تحت تاني طب انا ليه خدت قرار ان هي مفروض تطلع في الاول خالص رغم ان هي تعمل لها اكسس مرة واحدة بس وده مش دليل ان انا انا قلنا ان فيه 80% من الكيز حيت اكسسه 20% من الوقت يعني بالعكس ده معظم الكيز معظم الكيز مش هتت اكسس كتير فليه اول ما اكسس اي الامت من الامت سلم مش هتت اكسس كتير ديت او ما تطلعه في الاول خالص او قال لك ما تحكمش عليه من الاول قرار او ما لا يعمل ايه قال لك لما تأبق educational اصدقوا خطوة واحدة بس الذ pupق عملت الفmares للستة طلقوا واحدة خطوة فوق أعملت مرة الاتصاد FORCE عملت اكسس المحافل سرشيت ف trauma لا تنزل شادة 5 لا تطلعوكل على 10% لا تطلعوا خطوة واحدة بس الذHere لان انت بتقول انده لا تكسس و يبقى الواجلا ده احتمل الا اقسس along استعمال انه ايت ا syndical لدي اكسس لاو الاول مازم ي братقض فحل surround with the point be worked лу عملت له عليا стоيش이라 الكثير فيا calling هتلاقيه الطلع في الاول فوق خالص يعني ان юلي 저� individ ellos هتلاقيه اكثر وحد التعمله عليه served يتلع في الاول لكي يلاقيه بسرعة وبعد كده يالي شوي منه معذر السيرش على المي الو 5 يصدقى 10 مرات. ستجد عدد المغلة المريعة الإخوة مع المي الو 5 مرات ، ستجد ان اى خمسة دي مهما ايه في الأول و. ستجد ان بعد إنها الثانية واحدة تعمل علي سيرش عدد من المرات سانيا لعند مي الو 5 مرة يعني إهمني ان اكتر واحد يصدق عليه السيرش يتلاع في الأول حال سيجد بنفس الحامل وبعد ذلك يجد صحيح من يجد صدق الو 5 مرة يجد صدق الواحدية الى المي الهما يجد صدق الوقت خطه واحده بس اللي هيتسيرش عليه كتير هيتطلع لوحده فوق والوحده تلقائيا الناس اللي ما تعملش عليها سيرش كتير هتفضل فين هتفضل تحت الالجوريزم ده هو تاني واحد في الـ self-organized اسمه Transpose اسمه Transpose Method بيعمل ايه؟ ما بيطلعوش في الـ front زي ما الموفت الـ front كان بيعمل ما بيطلعوش في الاول زي ما كان الموفت الـ front كان بيعمل لكن لما بأكسس اي element بيعمل ايه؟ بيطلعو خطوة فوق يعمل swap ما بينه وما بين الـ element اللي قبل منه فيتحول ان يبقى عند هنا الـ 6 وعند هنا الـ 25 طيب بعد كده عملت اكسس للستة تاني حيقوم بطلع عملت اكسس للستة تاني وما عامل ايه؟ سواء ما بينه وما بين اللي قبليه هتبقى ستة عشرة خمسة وعشرين بلاحظ ان كل ما يتعامل اكسس لـ element يطلع خطوة ايه؟ يطلع خطوة فوق كل ما عامل اكسس سيرش على element يطلع خطوة فوق هتلاقي ان انت كل ما تسيرش على الستة كتير الستة بتطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق لحد ما تطلع لأول واحد لو هي فعلا اكتر واحدة بيتعامل عليها سيرش هتوصل في النهاية ان انت عندك array اول element فيها هو اكتر element فعلا بتعمل عليه سيرش تاني element فيها هو الـ element التالي دي تاني اكتر واحد بتعمل علي سيرش واخر واحد في الـ array تحت حيبة هو اقل element تتعامل عليه سيرش وبالتالي لما تيجي تعمل سيرش تاني كمان شوية كسكوينشال سيرش عادي هتلاقي ان انت اول واحد بيجي لك بسرعة جدا لان هو فعلا اكتر واحد بتعمل عليه سيرش وكل ما تنزل لتحت كل ما ياخد وقت أطول لان هو بياخد اقل في عدد المرات اللي بتعمل عليها سيرش دول كانوا الطريقتين في السيلف ارجونايز سيرش ببساطة تاني احنا حاولنا ندور نحسن السيكونشة سيرش شوية لان احنا فيه معلومة اضافة الجديدة عندنا عرفنا لو انت في مسألتك او في الحالة بتاعتك عرفت ان فيه elements كتير هتتاكسس حبا صغيرين وحبا صغيرين من elements هتاكسسه معظم الوقت فانا يهميني ان الناس اللي بتتاكسس كتير تبقى موجودة فوق علشان اعمل عليها سيرش بسهولة شوفنا المفتو فرونت وشوفنا ترانسبوز في حالة ترانسبوز انا مش لازم ابقى linked list لان انا بعمل مغرض بعمل سوابينج مفيش الزحزحة اللي كنت بعملها الكل الامنس اللي فوق مني انا بعمل سوابينج مبييني مبييني اللي قبل مني بس فستيل الارري مناسب جدا الارري شغال معي عادي جدا و linked list طبعا مفوش مشكلة برضو لكن مش لازم مش مضطر ان استخدم linked list زي ما قدت في الموفتو فرونت الموفتو فرونت لو مش مستخدم linked list سيبقى عملية الزحزحة كتيرة ديت حد هتاخد منه افورت كبير لكن في الترانسبوزر ما بحتاجش زحزحة كل الناس كده فمجرد ان انا بسواب ما بيني مبييني مبييني الالمنت القبل مني فدوت مش هيخد اي وقت مجرد عملية السوابينج فستيل ممكن استخدم نارري زي منا استيل احنا لسه برضو order of n بس اسرع شوية من السيكوينشل لو كنت عارف rule زي 8020 في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت تتكلمنا عن السيرشنج في في اي list او في اي rd وكانت الارقام اللي عندي random متوزعة بشكل عشوائي في الحلقة الجاية بقى هنشوف ازاي ممكن اسيرش في sorted list تتكلمنا 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 تتكلمنا